وتنضم إلينا من القهرة المحامية دينا المقدم أهلنا بك معنا على شاشة الغد وبخصوص هذا الحدث التاريخي في تاريخ محاكم مجلس الدولة يعني ما رسائل التي نقرأها من هذه الخطوة في الحقيقة من 2014 وخاصة منذ إطلاق الدستور المصري والدولة حريصة جدا على تمكين المرأة وإعطاءها حقوقها بالكامل بالإضافة إلى مساعدتها لتمكنها من التوافق بين حياتها العملية وحياتها الأسرية تكاد تكون مصر هي الدولة الأولى التي تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية واعتلاءها لجميع المناصب القيادية القضائية الإدارية لذلك أنا ساعدتي النهاردة تقريبا تشبه سعادة المرأة العربية عندما تولت السيدة زكية حقي في العراق ونصبت كأول قاضية عربية في عام 1959 فأنا شايفة أن المرأة المصرية بتعيش أزهى عصرها في الفترة الأخيرة بتمكنها بشكل جيد جدا بيساعد ويحقق وتماشيا مع التنمية المستدامة طيب أستاذة دينا أبرز المهام التي ستقوم بها هؤلاء القاضيات من أجل تعزيز العمل القضائي وأيضا قيم العدالة داخل مجلس الدولة هل تحددت المهام؟ لغاية دلوقتي محددناش مهام القاضيات الفاضلات إلى الآن ولكن ربما يعتريها بعض التخوف بسبب النظرة المجتمعية لأن المرأة لا تصلح أن تكون قاضية نظرا لأنها تعاملتها عاطفية أكثر كونها عقلانية وهذا خطأ جسيم في حق المرأة لأنه بالرجوع إلى تاريخ المرأة وتمكنها خلال السبع أو الثمان سنوات اللي فاتت هنلاقيها أنها في جميع المناصب اللي تتمكنت منها أو جميع الوظائف اللي كانت موجودة فيها بشكل قيادي يعني قدرت تحقق ذاتها وقدرت تحقق وتنفي هذا الاتهام وهذا التنمر ضدها أما مهام القاضيات فيمكن دخولهم للنيابة العامة ومجلس الدولة هو ده الجديد على المرأة المصرية خلال السنوات اللي فاتت كان حصرت فيه العمل الإداري فقط ولكن دلوقتي أنا هشوفها بتعتلي منصة القضاء وبشوفها بتصدر الأحكام الجنائية وبتشارك فيه مشاكل المجتمع بشكل فعال جدا نعم شكرا جزيلا لك يا دينا المقدم المحمية كنت معنا من القاهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر